أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي وأخبار الأهلي طبعا النهاردة الأربع بنتكلم قبل مباراة غزل المحلة بـ 48 ساعة فخلاص الاستعدادات المتواصلة للجهاز الفني استعدادة لهذه المباراة بالتأكيد النهاردة كان أبرز خبر إصابة بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب إفريقي للنادي الأهلي بفيروس كورونا ألف مليون سلام عليه طبعا تم التخص كل الإجراءات اللازمة والعزل الصح والبرتوكول المتعلق بفيروس كورونا وإن شاء الله بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة يكون موجود مع الجهاز الفني واللاعبين طبعا يكون فيه جراءات ربية متعلقة بيتسو موسيماني في استعدادات خاصة للفريق قبل مباراة المحلة من النهاردة كان بيقود التدريب منها يكون على رأس القيادة الفنية خلال مباراة المحلة وهنشوف كمال أن بعد مباراة المحلة بساعات قليلة الفريع توجه إلى النيجر نيامي تحديدا العاصمة لمباراة سيناديب بطل النيجر النهاردة كان فيه رابيط تست لكل الأعضاء الفريق والجهاز الفني واللاعبين خاصة طبعا مباراة المحلة يوم الجمعة والنتيجة هتكون بكرة وبعدها الجهاز الفني هيعلن القائمة اللي يستحبها الجهاز الفني لمباراة غزل المحلة قدامكم على الصورة طبعا بعض اللقاطات من الرابيط تست الأجرية لللاعبين والجهاز الفني قدامنا بدري بنون وعلي لطفي محمود قهربة كل اللعيبة طبعا اللي الجهاز الفني هيفكر تكون موجودة معها في مباراة غزل المحلة هتكون موجودة في هذا الجراء عشان إن شاء الله بعد ظهور العينات بشكل رسمي غدا يقدر الجهاز الفني يختار القائمة اللي هتخوض مباراة غزل المحلة بالمناسبة بيتس المسلماني مش هيكون موجود في مباراة غزل المحل أيضا نفس الأمر يمكن بعض التقارير وبعض الأخبار اللي طلعت النهاردة أن أيضا لمدير الفني الغزل المحلة نفس الموضوع هنتأكد خلال الساعات القادمة في إمكانية أن يكون كلا المدربين مش هيكونوا موجودين في المباراة القادمة قدامنا كمان أكتر من لاعب لكن عشان ناخد تفاصيل أكتر ونشوف النهاردة التدريب الجهاز الفني اشتغل عليه إزاي وكيفين جونسون المدرب العام هولي كان بيكون التدريب هروح مباشرة إلى ملعب مختار التتش بجزيرة مع الزميل العزيز كريم أحمد عشان نتطمن منه على حالة الاستعدادات واجهزية الفريق لمباراة غزل المحل مساء الخير يا كريم وأهلا بيك وعايز أتطمن منك بعد النهاردة على كل الأخبار والمعلومات الخاصة بالفريق خاصة بعد إعلان إيجابية مسحة الكورونا لبيتسو مسماني والفريق إزاي بيحضر لمباراة المحلة ثم كمان بعدها بساعات قليلة السفر إلى النيجر مساء الخير عليك يا زميل العزيز محمد سعيد برحب بيك طبعا في البداية وكل التحية طبعا لجمهور النادي الآلي في كل مكان بالتأكيد طبعا يعني حديث إصابة بيتسو مسماني لمدير الفني لفريق النادي الآلي هو حديث الساعة لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله بيتمنيه له السلامة بإذن الله الأمور دي تعدي بخير ويا رب إن شاء الله بإذن الله يعني أزمة كورونا دي تنتهي تماما من مصر إصابات كثيرة جدا ضربت لعيب النادي الآلي ولعيب أيضا الدور العام لكن خلاص إن كان كمان مع المدير الفني لفريق النادي الآلي بيتسو مسماني بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية كون كلها خير على النادي الآلي ويعود من جديد بيتسو مسماني لقيادة فريق النادي الآلي سوا في بطولة الدور العام وفي السوبر أفريقي إن شاء الله في كأس العالم مقالي الأندية النهاردة بالتأكيد محمد بضم صوت لصوتك كان النهاردة قائد الفريق كيفين جونسون المدير الفني بعد الآن يعتبر ليه النادي الآلي هو مدارب العام نحن عارفين طبعا لكن في هذه اللحظات هو المدير الفني لفريق النادي الأهلي هيخود مباراة غزن المحلة وبالتأكيد ومن الواضح أنه كمان هيكون متواجد مع فريق السوني ديب بطل النيجر هيكون إن شاء الله بإذن الله خطوة كبيرة جدا لفريق النادي الأهلي ويكون انطلاقة جيدة فيها الحفاظ على دوري أبطال أفريقيا النهاردة محمد كالعادة من تدريبات فريق النادي الأهلي تركيز كبير مع لعبة النادي الأهلي اجتماع كان في أول المرار كيفين جونسو الكابتن سيد عبد الحفيز وأيضا كمان الكابتن محمود الخطيب كان متواجد نهاردة رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب لمتابعة الفريق أحاديث كانت ثنائية مع الكابتن سيد عبد الحفيز كمان اتكلم مع كيفين واتكلم مع الجهاز الفني بي الكامل أكيد كلها ترتيبات واطمئنان على حالة اللاعبين اطمئنان أيضا كمان على البرنامج الخاص سواء لي مباراة غزل المحلة وأيضا كمان مباراة تسوني دي بطل النايجر لكن أنا عايز أبدأ معك محمد طبعا في البداية بأكثر من خبر لفريق النادي الأهلي النهاردة كنا متواجدين شوفنا ناصر مهر نهاردة متواجد مع فريق النادي الأهلي بحضور الكابتن محمود الخطيب ممكن نتكلم معه الكابتن محمود الخطيب وساء طبعا أكيد على هذا الأمر وشد من قدره بشكل كبير جدا وقاله إن شاء الله ناصر تكون الفترة اللي جاء مع فريق النادي الأهلي الإصابات دي قضاء وقدر لكل اللاعبين فأكيد طبعا الكلمات دي بتساعد نفسيا كل اللاعب النادي الأهلي سواء حسين الشحات أيضا كمان اللي كان لي دور النهاردة وكان كابتن محمود الخطيب لي دور كمان إن هو يتكلم مع سين الشحات ممكن كل اللاعب الحمد لله ثقاتها كبيرة جدا في الجاز الفني وفي مجلس الإدارة وفي الجمهور فالتركيز مطلوب كبير جدا الفترة اللي جاء إن شاء الله بإذن الله مع كل اللاعب النادي الأهلي النهاردة كان التطعيم الخاص بصفر النيجر وأيضا كمان الرابط تستا القاص بصفر النيجر يمكن طبعا النيجر يمكن أن تعرف طبعا زميل محمد في تعليمات طبية كبيرة جدا على كل اللاعب النادي الأهلي والجهاز الفني والبعثة بيئة الكاملة لكن النهاردة كمان كان الرابط وأيضا كمان التطعيم الخاص بيئة الصفر كل الأمور دي كانت تمت النهاردة كالعادة طبعا تحت قيادة طبيبة للنادي الآلي الدكتور أسامة مصطفى لكن عايز أتكلم ونوه سريعا على ميشيل اللي أنا كون مدرب الحراس يمكن في وسط المسحة وفي وسط طبعا الرابي التست أول مرة كان ميشيل تلاع له نتيجة إيجابية وده يمكن كان أمر يمكن سبب بعض كده طبعا الحديث مع العابة النادي الآلي والجهاز الفني لكن مباشرة بعد ساعة عمله واحدة تانية مباشرة وتلعت الحمد لله سلبية فابنطام من طبعا كل جماهير النادي الآلي مفيش أي حد في العابة النادي الآلي عنده أي حاجة ميشيل كمان مفيش أي حاجة هو الوحيد طبعا پيتسو موسماني المدير الفني لفريق النادي الآلي لعبد مسحة كاملة مش رابط تست عمل مسحة كاملة فالمسحة طبعا تلعت إيجابية لكن ان شاء الله بقى مع البروتوكول ومع العلاج الخاص ليه خلال الأيام القادمة بإذن الله يعود من جديد لمؤذرة فريق النادي الآلي وقيادة فريق النادي الآلي خلال المرحلة القادمة تدريب النهاردة كمان يا زميلي محمد كتدريب بقوي جدا لكل اللعبين اجتماع كان كالعادة من الجهاز الفني كلموا عن اهمية المباراة مباراة غزل المحلة هي بروفة كبيرة جدا وقائوة جدا للانطلاقة الخاصة بطولة افريقا والحفاظ ان شاء الله على لقب دوري الابطال اللي النادي الالي عمل فيه مجود كبير جدا خلال الموسم الماضي محتاج مجود اكبر ان شاء الله هذا الموسم للحفاظ على لقب بطولة الدوري العام كل الامور الحمد اللي كانت ماشى بشكل مطمئن وطيب جدا لكل اللعبين نهاردة شفنا جمل تكتكية كالعادة تركيز من لعبة النادي الاهلي الممكن تأسيمة الاخيرة اللي بيكون في نهاية المران بيكون فيها حماس كبير جدا وممكن الحماس الكبير والجدية دي شفنا النهاردة كادمة قوية جدا بين عمر السلية واكرم توفيق يعني ممكن قلقنا شوية كده عمر السلية واكرم توفيق لان كادمة كانت قوية وكل اللعبة توجهت عليهم لكن مباشرة طبعا مع جديتهم وحمسهم وصرارهم ومعزمتهم الكبيرة شاركوا وكملوا المران بكل قوة هي دي لعبة النادي الاهلي وهي دي الروح اللي احنا بنتكلم عليها زبيل محمد خلال المرحلة القديمة محتاجين ان كل اللعبة تحافظ على نفسها بشكل كبير وفي نفس الوقت كله يكون فاضل محمد طيب بعد طبعا فكرة المباراة غزل المحلة ويبقى فيه صفر بعدها بيوم او اتنين الى الناجل ان خلاص يبقى فيه طيارة خاصة مجلس الادارة اتخذ قرار بالامس ان هيكون فيه رحلة خاصة او طيارة خاصة للبعثة بالكامل خاصة ان الرحلة لو كانت في ظروف الطيران العادي كنت تقعد في هديسة بابا في مطار اسيوبيا حوالي 8 ساعات ترانزيد وطبعا بسبب موضوع فيروس كورونا دلوقتي اسلم شيء ان يكون فيه رحلات خاصة وطيارة خاصة في ادغال افريقيا الجديدة عندك وتفاصيل هذا الامر وموعد الصفر والتجهيز لهذه المباراة ان شاء الله بالتأكيد طبعا يعني زي ما بنقول ان مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بيحاول يوفر المناخة الطيب وكل صبل الراحة الفريق النادي الاهلي فقرار كان اكثر من رائع ان يكون فيه طائرة خاصة متواجدة مع العباء النادي الاهلي في بداية المشوار الافريقي لكن حابب اتكلم معك محمد ونوضح طبعا لكل جمهور النادي الاهلي يمكن المعادل كان متواجد وكان متداول خلال الاخبار خلال الايام الماضية ان العباء النادي الاهلي مباشرة عقب انتهاء مباراة غزل المحلة تتوجه الى مطار القيرة ثم الى النيجر لكن بأكد لك محمد ان رحلة النادي الاهلي يكون صباح يوم الاحد اتنين دهرة ان شاء الله باذن الله يوم الاحد اتوجه بيعثة النادي الاهلي الى النيجر لملاقات قاسون ديب بطل النيجر وزي ما بنقول خلاص معنا بقى وقت ان شاء الله مع العباء النادي الاهلي تعرف طبعا قرار التائرة خاصة هو اللي خلى لعبة النادي الأهلي أو الجهاز الفني والإدارة بشكل عامل يكون في مد شوية للأيام على أن يتوجه اللعبين يوم الأحد لكن لو كانت الأمور ترانزيت أسيوبيا بتنزل تغير متواجد أيضا كمان في ترانزيت في كينيا فكان الأمر هيكون صعب جدا الرحلة كانت ممكن تستغرق أكثر من 16 ساعة فكان أمر هيكون صعب جدا وانت كمان لسه لعب جيم هيكون كبير جدا مع غزل المحلة لأن فريق غزل المحلة شفناه في أول مباراة عمل مباراة رائعة ومميزة جدا تعرف كل اللعبة أو كل المدربين أو كل الأندية اللي بتقابل النادي الأهلي هي مباراة بطولة فبيحتاجوا شغل كبير جدا وبيحاولوا أنهم يطلعوا كل اللي عندهم فقرار أكيد كان مميز جدا سواء وجود التائرة الخاصة وأيضا كمان التنسيين يكون الصفر يوم الأحد إن شاء الله في تمام الساعة الثانية دورا يا رب إن شاء الله بإذن الله كل توفير لعبة النادي الأهلي في أولى المباراة في بطولة الأفريقية إن شاء الله نحافظ على لقب بطولة دوري أبطال أفريقية عايز أتكلم معك سريعا كمان محمد على مروان محسن يعني شوفه النهاردة مروان بآهل حوالين الملعب بيجري خفيف جدا حوالين الملعب من الواضح إن مروان ممكن ما يبقاش لي دور كمان في مباراة غزل المحلة لكن هو الراجل ماشي بشكل طيب جدا ومطمئن جدا جهاز الطبي بيشتغل معاه بشكل كبير سواء ناصر كمان اللي لسه كمان يحط له برنامج خلال المرحلة القادمة لكن أبأكد تحديدا على مروان إن كان هو الوحيد اللي ما شاركش فيها التدريبات الجماعية لكن باستثناء مروان كل اللعيبة متواجدة كل اللعيبة بتشارك طبعا إحنا عارفين كريم ندبد ومحمد محمود ومحمود متولي كل اللعيبة دي ماشي في البرنامج التأهيل بتاعها لكن كل اللعيبة الحمد لله سليمة كل اللعيبة إن شاء الله بإذن الله كالعادة تكون على قدر المسؤولية وبإذن الله مباراة غزل المحلة تكون مباراة جيدة هيأخذها بالتأكيد كيفين جونسون المدارف فريق النادي الآي إن شاء الله بإذن الله يكون موفق جدا في اختيار التشكيل الأمثل اللي يخد به هذه المباراة زميل العزيز كريم أحمد بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات والإضاحات من ملعب مختار التيتشبي جزيرة وامتابعة التدريبات قبل مواجهة غزل المحلة بعد غد الجمعة شكرا جزيلا لك